اذا هذا حديث عن القامة عن القامة بكل ما تحويه من شعبية من جماهيرية من إرث بطولي رائع جدا صورة زهنية لدى الأشقاء عن نادي القرن في أفريقيا بكل هذه الحفاوة تأتي الحالة الاستقبالية الرائعة للأهل بقامته الكبيرة في الإمارات طيب هذه القامة الكبيرة مردودها على القيمة التسوقية ونحن نتحدث في توقيت بالغ الأهمية هو الربط جاي كده الوحده بين الماضي بكل ما فيه والحاضر بكل توهجه والمستقبل القريب على الأقل فيما سيعلن غدا إن شاء الله بشماندس بكرة ستنزل مزادين الإعلان عن المزادين في الصحف المقاومية الكبرى إعلان عن الباس التلفزيوني والآخر عن كرسين للشروط يعني واحدة خاصة بالباس التلفزيوني واحدة خاصة بالرعاية ولا يحقق في الأمرين أمر يمكن على مستوى العالم مش موجود كتير التكافؤ تمالت لها البلاد اللي فيها الباس التلفزيوني عالي أوي تبقى على حساب الرعاية والعكس لكن لها لي في الاتنين في تكافؤ ومنافسة ومبرزة وفيها ارتباط الحقيقة بتتوقف بقى عشان الناس نشرح لها يعني إيه كرسة الشروط كرسة الشروط هو أنا أنا بسعى إلى إيه بسعى إن أنا جيب راعي في الرعاية خلينا في الأول في الرعاية بسعى جيب راعي بقول له تعالى أنا عندي يعني ليك منتج لو ربطت اسمك بيه تستفيد جدا جدا طيب حتقدم لي أنا حدي لك فلوس أقول له أدي لك الفنلة بتاعت الكورة بتاعت الفرق الرياضية أه أدي لك أصوار نادي حدي لك الملاعب حدي لك تسمية منشأ حدي لك حدي لك بنسميها الباقة كرسة الشروط بينزل فيها باقة ما أقدمه لمن يدفع الأموال بقول له حتدفع مقابل ده كل ما كبرت الباقة وحطت فيها عناصر يدفع فيها أموال كل ما حققت أموال أكتر فأنت خلاص الأهل احترف هذا الأمر من سبعينات من أول محط إعلان عن أحد شركات السيارات الكبرى المصرية على فنلة النادي لالكت أول مرة سنة 73 أو 74 ثم الأمر كبر بقى مع أن وكالة الأرم كانت حريصة أن كابتن حسن يعمل كرسة شروط واترحها بس وكالة الأرم دائما كانت حريصة أنها تأخذها 300 ألف بعدين في 95 حصلت طفرة الكبرى جبنا الشركات المياهة الغازية أنا كنت مديري النادي فأتواجه مع بعض البطولة العربية كان بطولة العربية ساعدتنا كمان أن يشوفوا الأهل في شكل مختلف بطل العرب تنظيم إيه شعبية إيه مدرجات إيه العرب قالوا إيه رئيس الجمهورية وقتها حضر المبرانة نهائية كل شيء الصورة بتجبر قوي خفزت من 300 ألف ل 2 مليون ومئة ألف بدأنا بعد كده 5 مليون 10 مليون مضعفة أو 3 أضعاف كبرى على طول 25 مليون لحد ما جاء آخر مجلس جاب 270 أظن في 3 سنين مجلس اللي فات وده كان إنجاز جيد والأول مرة أظن يتسحب عقد الرعام الأهرام من شركة الرعام والأول مرة شركة عربية هي اللي تاخد أيو صلة دي نقلتك كمان نقل إنك أنت كمان اللي كان بيشتري كراس الشروط بتاعتك كانت في مجموعة من الشركات التسوقية والرعاة الكبار دلوقتي أنت بقيت بان أرب خلاص أنت مفتوح وبعدين حيبقى يعني على مستوى العالم المرحلة القادمة الأهلي جاهز كويس قوي كراسات شروط لما نعرف إن كراس شروط بتاعت البس التلفزيوني أربعة أو أربعة ونصف مليون جنيه التأمين بتاعها ونصف مليون جنيه تمانها يعني اللي عايز يخش شوف الجدية مش هيخش لك غير الشركات الكبرى اللي جادة طيب الرعاية نصف مليون جنيه كراس الشروط و 10 مليون التأمين اللي اتنين حيحصل جلسة تمهيدين عشان نعرف الناس على كراس الشروط ومنخصة كراس الشروط الأول في البس ثم الرعاية بعدها جلسة استفسارات آه اللي عايز يسأل سؤال بحيث إنه لما يجي يقدم سعره في أظرف فنية ثم مالية بتبقى الصورة ما يقولش أنا ما كنتش فاهم دي توقعتنا بإذن الله تتضاعف الأرقام أول في ظل إيه بقى في ظل إن الدنيا نفسها اتغيرت أي يعني أنت دلوقتي لعود اللعب هي هي لانتقالات اللعبين هي هي لتسويق هو هو على مستوى العالم لا الآلي كمان بيزداد توهج وحفاظا على البطولات وترسيخا لأقدامه في دنيا المنافسة الإقليمية والعالمية والمحلية فكل ده أتوقع بإذن الله أرقام هتكون يعني على قدر طموحات النادي الآلي وقيمته بإذن الله وتبقى أرقام برضو تضع الرياضة المصرية ككل لأن خلي بالك الأهلي والقاطرة التي تجر كل السوق كل السوق يعني الأهلي لما فكر يعمل إدارة التسويق كان هو أول مؤسسة الرياضية تعمل هذا الكلام لما فكر يعمل شركة الوحيد اللي عمل شركة لما فكر يعمل قناة وقبلها مجلة وموقع الوحيد اللي عمل الكلام ده إذن الأهلي ياخد خطوة ويجر القاطرة تجر فتوقع أن كل المناخ الرياضي المصري من أول اتحاد الكرة مرور بكل الأندية بدرجتها حيستفيد لو الأهلي استطاع أن يحقق أرقام مضاعفة أو ثلاث أضعاف من أرقام السابقة كله حيعلم وكل ده حيعمل رواج وكل ده حيجزب مزيد من الاستثمارات الاستثمارات يعني أنت لما روحت في اللبس وجات لك شركة لبسيتك وعملت لك براند باسمك يمكن ديك هالتجربة مش هنحكم عليها بالنجاحة والفشل لكن ممكن تتطور أحسن من كده آه ممكن تتطور أحسن من كده ممكن تعمل أكتر من كده أتمنى فيهم الأيام يبقى الأهلي بيطلع القميس بتاعه الكرباطة بتاعته البليزر بتاعه الجينز بتاعه أنا لابس براند الأهلي فدي عايزة نقلة إلى شركات عالمية من ناحية الدزاين والكواليتي اللي الناس لما تروح تديك الخطوط دي وتتأمع اللي عايزة تأمع تأمع باسم الأهلي حلمي حلوة حلوة خدبا لكم يا جماعة الإقبال على رعاية الأهلي أو الإعلام من خلاله أو الظهور إلى جانبه من قبل الشركات الناس دي ما بترمش فلوسها في الأرض لا طبعا الناس دي درسة السوق كويس قوي ودرسة سولة أنا عايز أقول لكم أنه آخر استطلاع للرأي أو قياس لاتجاهات الرأي العام الرياضي في مصر من أحد المراكز الكبرى المتخصصة في مصر السنة اللي فاتت أو اللي قبلها كانت النتيجة الإحصاء 74.6% فيما أذكر في المية من المصريين أهلوية وده إحصاء مش إحنا نعملينه وده ده اللي ملوش علاقة بيه خالص وده منقول شرائي الشركة أعلنته بأحدى شركات القياس الرأي العام في مصر وده مسألة مهمة على فكرة دي كانت مرتبطة بإيه لا دي أهميتها بقى إن الشركة اللي جات تخلى ترعى اسم الأهلي هي اللي عملت كلفة الشركة دي تعمل إحصاء عشان تشوف حارمة فلوسي فين فدي النتيجة اللي شجعتها إنها تخش فهي يعني دي القيمة التسويقية بتاعت النادي وده حجم شعبيته وده سعره اللي نتمنى إنه حقوق الرعاية سواء فيما يخص الرعاية أو حقوق البث تشهد نقلة كبيرة جدا إيه مردودة على الجمهور مردودة على الجمهور إنه لما هتتوافر هذه القوة الاقتصادية الكبيرة هيقدر الأهلي يفب كل التزاماته الرياضية هتلاقوا الأهلي قادر يجيب أفضل اللعيبة الأهلي قادر ينظم أحسن المباريات الأهلي قادر يعمل أحسن المنشآت الأهلي قادر يقدم أفضل الخدمات بيتطور هدفك كل حاجة طموحتك بتعلى من خلال القوة الاقتصادية اللي ممكن تتوفر لك هذه القوة وقودها وأساسها ودعمها هذه الشعبية والجمهورية الكبيرة وعشان كده بستأذن المهندسة عادلة إنه ناخد بعض اتصالات حضراتكو على 3835655 أو 01090096598 وياريتش ياري بيطلع لكم الأرقام على الشاشة لكن برجاء احنا عودناكم دايما وتعودنا منكم الالتزام الحقيقي بما يخص النادي الأهلي احنا معنيين بالنادي الأهلي بقيمة الأهلي شايفين الحلقة كلها فلسفتها القيمة والقامة ومحدش يجي ولينا فلان آل وفلان عاد بالضبط اتكلم في نديك واسيبوكوا بقى من الكلام الصغير خالص خلينا نتكلم على هذه القامة الكبيرة جدا وتأثيرها على هذه القيمة التسوقية الحمد لله العلي قوي